غادر سمو شيخ جابر لمبارك الحمل الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه البلاد اليوم متوجها إلى العاصمة أنقرة في زيارة رسمية للجمهورية التركية تستمر عدة أيام وكان في مقدمة مودع سموه على أرض مطار الكويت الدولي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ محمد الخالد الحمل الصباح وعدد من أصحاب المعالي الشيوخ والوزراء والمستشارين في دوان سمو رئيس مجلس الوزراء وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني ورفق سموه وفد رفيع المستوى يضم معالي نائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمل الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح ومعالي وزير التجارة وصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر رودان ورئيس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله سعود الحميضي ومعالي نائب وزير الخارجية خالد اسليمان الجر الله وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والحرص الوطني وهيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وسفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا غسان يوسف الزواوي